أصدقاء سبيستون اضغطوا على زر الاشتراك لتبدأ مغامرتنا هذا اليوم مرحباً أنا منزي وأنا صديقكم ماضغة العشب ربحت ثانية بماذا؟ بمسابقة الكسل مضغت ذلك العشب وهذا يعد إنجازاً أنا أكسل من أن أنضغ ومن أن أبلع أيضاً ولهذا تغلدت عليك مزعج كيف لكسول مثلك أن يجري بسرعة؟ أنت لست كسولاً دي جينز ما رأيك أن تأخذ السراحة؟ اصعد وتناول كوباً من الشاي أريد أن أسمعك شيئاً تسمعوني؟ طيب أنا قادم وابسي هذه الآلة مصممة لتمضغ العشاب لن نضطر إلى المضغ بعد الآن سندعوها تمضغ بدلاً منه فما رأيك؟ لا، هذه العشاب ضرّة لا مشكلة في هذا سنبحث عن العشب اللذيذ لن يستعملها السيد دي جينز بعد الآن لذا سنستعيرها قليلاً حسناً أنت أول من سيسمع؟ ما الذي سأسمعه؟ ستسمع أغنية النهار من كلمات السيد ويبر وغنائي شخصياً ما المشكلة؟ لماذا تنضغ العشاب؟ أرى زرّان هنا؟ أطلّ الصباح فوق الأشجار تغنت وزقزقت كل الأطيار تمايلت هنا وهناك الأزهار فلنفرح فقد جاء النهار إنها جميلة تمايلت هنا وهناك الأزهار فلنفرح فقد جاء النهار هذا مذهل صحيح؟ إنها أفضل آلة صنعوها هكذا نصل إلى مستوى جديد من مستويات الكسل ووبسي هل تعطلت؟ ها؟ 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 أطلّ الصباح فوق الأشجار وزقزقت كل الأطيار تمايلت هنا وهناك الأزهار فلنفرح فقد جاء النهار تمايلت هنا وهناك الأزهار فلنفرح فقد جاء النهار أمسك مضيغة العشب أظهر أحسنتما الأغنية رائعة حقا لا أحب أن أتفاخر لكني أفضل مغن في العالم لكن ما رأيك في كلمات الأغنية؟ إلى أين ذهبت جزازة العشب؟ أركض يا أخي بكل سرعتك ساعدونا الغنافس احذروا علينا إقاف الجزازة بسرعة أوقفها ويبي اضغط على الزر أوقفها هذا سيء شكرا مونزي مونزي فرح مونزي وأصدقاؤه لأن الأمور صارت على ما يرام وعلم ووبسي وبوبسي أن الكسل مضر جدا وأن جزازات العشب والآلات الأخرى ليست للعب في الحركة بركة هذا قول الأشجاد لتنالى المراد كن على السعداد أصدقائي أرجو أن تكون مغامرة اليوم قد أعجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة لمشاهدة الحلقات القادمة